من القاهرة ينزم علينا سيد أحمد عطى الباحث في منتدى الشرق الأوسط بلندن سيد أحمد المرتزقة الذين شاهدناهم يصلون إلى ليبيا من سوريا ثم يتجهون إلى إيطاليا والجزائر هل اتجهوا إلى إيطاليا بمحدث صدفة؟ هل هي إرادة شخصية منهم؟ أم أن أردغان بدأ باستخدام الورقة الضاغطة على أوروبا وتهديدهم بالإرهاب واللاجئين وما إلى ذلك؟ بداية أحيك يا سيدتي على هذا السؤال ودعينا أبدأ بالمدينة الإيطالية ريتشو كالابرية هذه المدينة قبل انطلاق كمة برلين قد أشار تقرير شرطة اليوروبول هذا التقرير قدم لوزير دخلية إيطاليا وقد جاء في التقرير قبل انطلاق كمة برلين بأن هناك مخطط لنقل خمسمائة من الميليشيات والمرتزقة كما أشار التقرير الذي أضيع الآن أبرزهم سكور الشمال وسامر كاند وسليمان شاه سوف ينتقلون من شمال وشرق سوريا إلى ترابلوس على أن تكون ترابلوس هي معبر للانتقال إلى مدينة ريتشو كالابرية المدينة السحلية المواجهة للسواحل الليبية والقريبة من سقلية وقد حذر تقرير شرطة اليوروبول الداخلية الإيطالية بأن هذا النهج يتبناه المخابرات العسكرية نقطة الارتكاز الذي يجذب ويسر أن يجذب الرئيس التركي بأن هناك مجموعة تدريب داخل ترابلوس ولكن هناك مجموعة عمل للمخابرات التركية العسكرية التي تتبنى التفعيل كما أشرت يا سيدتي ورقة الضغط على تحديدا إيطاليا وألمانيا وفرنسا من خلال نقل 500 من العناصر من الميليشيات والمرتزقة على أن يتتبه مقابل ماذا سيد أحمد إذا افترضنا بأن أردوغان يستخدم هذه الورقة الضغطة ما الذي يريد أن يقايد عليه ألمانيا إيطاليا وفرنسا المقايدة تتحرك نحو مصار واحد وهو أن يجعل من الجانب الإيطالي تحديدا داعم له حكومة الوفاق ووجود الميليشيات وخاصة كما تعلمين تم الإغلاق والنفط من قبل الجيش الوطني الليبي والسيطرة عليه نتيجة النذيفة الذي يحصل عليه الجانب التركي سواء كان من التمويلات أو الحصول على نفط مقابل السلاح فما كان من الجانب التركي أن وجد خطة بديلة وهي خطة ورقة المهاجرين كما أشرت في التقرير بأن يدفع بخمسمائة في مصارين مختلفين المصار الأول في اتجاه المدينة الإيطالية وهي الأقرب للعاصمة للسواحل الأليبية ريتشو كالابرية والجانب الآخر استخدام الصحراء الجزائرية لانتقال بعض العناصر من الميليشيات والمرتزقة كما جاء في تقريرك الآن إلى عدد من الدول الأوروبية وأبرزها ألمانيا وفرنسا وأسبانيا على أن تكون الهجرة هي الورقة الضغطة للحصول على دعم لوجود هذه الميليشيات وخاصة أن الرئيس التركي يسر أن يجذب أمام العالم بأن هناك مدربين ليس هناك مدربين هناك نقطة ارتكاز مخابرات عسكرية هي التي تدير وتوجه حكومة الوفاق وما نشاهده وما من رئيس حكومة الوفاق هو منفذ لتوجهات هذه نقطة الارتكاز المخابرات العسكرية التي جاءت وتنصق وتوجه وتستخدم أليات مختلفة لتفعيل الدور التركي وخاصة كما أشارت بعض التقارير وتأكيدا على هذا وزير الخارجية الإيطالي طلب تفعيل العملية سوفيا هي البحرية الأوروبية ولكن عادت تشغيلها والحصول على التفويل بطريقة أخرى عملية تنصفية أشكرك سيد أحمد أشكرك جزيلا أحمد عطاء الباحث في منتدى الشرق الأوسط بلندن شكرا جزيلا لك